مرحبا كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جايب القراءة في لبرج القوس رحاول احكي فيه عن مشاعر الحبيب مشاعر نواية الحبيب مشاعرك انت كذلك نوايك رح تحاول شوف مستقبل العلاقة بيني تكون حتى رح تحدث انا عن العزيب رح شوف هل في شخص جديد او لا اوكي يعني اللي بد اقول انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع اذا حسيت انه هذه القراءة لا تعنيك او لا تتكلم عن طاقتك انتو بحاول تشوف فيديوية تانية اللي هي البرج الطالع او البرج اللي قمري بد اقول شاهلي كمان على انه هذه القراءة تقبل ان تكون عكسية يعني شو عكسية الاشياء اللي بحكيه عنك ممكن تنطبق على الشريك والاشياء اللي بحكيه عن الشريك ممكن تنطبق عليك هذا كل شي وما تنسوا تعملوني لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني وشكرا للكون اوكي بداية يا برش القاوس كأنه انا عم شوفك كأنه كنت انت والحبيب بخصامات حاليا انت صرت متقبل فكرة الرجوع فكرة مصالحة فكرة لمة عم شوفك كأنه في نية للرجوع او رجعت للشريك عم شوف كذلك انه يعني كل الخصامات اللي كانت بينات كون انتهيت حاليا عم شوف طاقة الشريك صراحة بالطاقة الفرحان اللي عنده كتير اشياء يعني سعيد عم شوفو كذلك ممكن انتوا رجعتوا لبعض كانوا هاد الطاقة في رجوع لبعضكن حاولتوا انه تحصنوا الاوضاع بيناتكن عم شوفو سعيد بهذه المرحلة عم شوفو بحس باحاسيس كتير قوية تجاهك في حب في اشتياق في كتير اشياء عم شوفو عم يكتب لك كل يوم يحكي معك الواتساب او الفايسبوك او ما بعرف شو بس بيحكي معك بلاحفة بحب بنشاط بسعادة هذا الانسان كتير يحبك عم شوف كأنه مشاعرك نحو هذا الانسان في بداية انت حاليا كأنه انت عطيت لهذا الشخص فرصة جديدة بحياتك عم شوف في بداية نحو الاستقرار عم شوف حتى الحبيب يا برش القوس على انه يا شعبي اشياء ما حسة من قبل كأنه كان ما عم يشوف فيك على انه انت شخص تصوح للزواج وكان ممكن اخذ الامور على انه نبساط وضحك وتهزير وما بعرف شو وبالاخير تعرف على انه انت الشخصية المناسبة له عرف انه انت الشخص الذي يجب ان يكمله معه حياته عم شوف فيه تغيير جدري تغيير كله حصل له وغير تفكيره وغير مشاعره هذه الفراق اللي كان بيناتكن جعله يعني يحس بمكانتك يشعر فيك اكثر صار يحس على انه انت الشخص المناسب بحياته لهيك هو يرجع لك وطلب السماح منك عم شوف كأنه ازا ما طلب السماح بس عن قريب رح يطلب السماح لانه عم شوف طاقة برج القوس يعني حليا يعيش بسلحة مع الشريك حتى الاشياء اللي ما كنت عم تحبه انت بهذا الانسان كأنه انت ما كنت عم تحس معه باستقرار كأنه هذا الانسان كان يحسك انه انت مش ولا بود وما عندك يعني ما كان يهتم فيك هذا الانسان وكان يعم حسسك بعدم الاهتمام وهذا الاشياء جعلتك انت يا برج القوس تحاول تبتعد عنه ممكن هذا هو سبب الخصام حتى الاشياء الاجبيه اللي عم تحبه فيه او متحسه شيء جميل في شخصيته عم شوفك بتحس فيه روح المتابر بتحب فيه وكذلك انه كان معك بلحظات كانت قليمة بالنسبة للعلاق كان بيكون معك عم تتذكر فيه اشياء حلوة على انه هو يحقق حاله لحاله شخص كتير مناضر شخص كتير مشتهد يسعى الى الشيء لحتى يحققه عم شوف حتى انت او اللي هو ما تشعره الاشياء اللي ما بيحبه فيك عم شوفك انه بحسك شخص قوي جدا ممكن اذا كنت مرأة فهو لا يحب النساء القويات اللي متجبرات متجبرات عليه فهو ما بيحب هالشغلة فيك فاذا اذا كنت رجل فانا عم شوف هذه المرأة تنظر على انه انت شخصية هيك قوية وما بتعطيها فرصة للحكة ما بتعطيها فرصة للنقاش شخصية مستبدة اذا بدنا نقول اوكي عم شوف حتى الاشياء الاجيبية اللي عم يشوفه هو فيك عم شوفه على انه بيحب فيك على انه انت شخص برغم من كل شي ما نسيته ابدا برغم من كل شي عم تضل تحافظ على هذه العلاقة بستسامحه دائماً بتنسك كل الخصومات وكل الخلافات اللي بينيتكن عم يشوفك على انه انت شخصية ثابت جداً وما بتنسى الخير وما بتنسى العلاقة لانه منك شخصية مهزوزة او شخصية مسابتة ابداً وكي حتى نواية عم شوف نيتك انت تجاه هذا الانسان لساتك يعني حاططه تحت المراقبة ممكن لسا معاطيه فرصة انه او معاطيه الني الكامل على انه هذا الانسان عنا سعيد معه كلياً اوكي لانه هو غدر فيك زمان ممكن عمل اشيء منح زمان لهيك انت حاططه قيدة تجربة حالياً ممكن خطواتك كتير متمحلة معه حتى هوا عم شوفه نيتو انه يصالح الامور انه يبدأ بداية جديدة ااااااااااااا من احوات ERT اذا كان في شخص كان يحول بينك وبين هذا يعني بين هذه العلاقة فعمشوف يعني الاشيين عم تزول الأشياء عم تروح عم شوف يعني أوضاع عم تتحسن إذا مستقبل العلاقة إذا بنا نحكي عن مستقبل العلاقة فأنا عم شوف العلاقة تقول إلى شيء من يعني جيدة جيدة هذه العلاقة عم شوفها إلى مستقبل جيد بس هذه العلاقة لازم تشتغلوا عليها لازم كل واحد يتغاضى عن أمور أو يتنازل عن الأمور الأخرى دائما العلاقة لازمها تنازلت بالحقيقة أما بالنسبة للناس اللي عزيب إذا بدنا نحكي عن علاقتهم هل في شخص جديد فأنا عم شوف أنه أوكي في حدا جديد حدا رح يطلو بالسماح منكم حدا كان يعني مبتعد عنكم إلو زمان ممكن كان شخص بعيد عنكم كل البعد يعني ببلد وإنتا ببلد عم شوفه بيطلب بالسماح ويترجع عم شوفه بدو يكمل معك حيث وهذا الإنسان ساطق جدا جدا يعني ندم عن كل الأمور اللي حصلت معه إذا كان هو بعلاقة سابقة مع شخص آخر وكان عم يخونك فهذا الإنسان ندم على هذه العلاقة وعم شوفه بدو يرجع العلاقة إلى ما كانت إله إذا كنتوا انتم مطلقين فأنا عم شوف الشريك بدو يرجع وبدو يزاويج منك بدو يتحسن الأمور إلى شيء جيد عم شوف الإنسان يعني أنا عم شوف بالنسبة للعزب بالظبط الناس اللي بالعزب عم شوف علاقتهم جيدة جدا وعم شوف هذا الإنسان ندم يعني من قلبه حتى عم شوف أنه أنه ممكن أنتم ترجعوا لبعض وتحسنوا الأمور بس يعني هذه الرجعة رح يكون فيها كلام تجريحي كل واحد رح يحكي لي بقلبه كل واحد رح يقول لي اللي حاسس جوه عم شوفي كل واحد كان شايل جويت وشايل يؤلموه سيقوله بهذه اللقاء رح يحمل هذا اللقاء كتير من المشاعر كتير من الحكي كتير من العتاب عم شوف هذا الإنسان سراحة ندمين على ابتعادك يعني عنه وشخص قدر إيمتك لما ابتعد عنك وعم شوف حتى في ندم شديد وبدو يرجع الأمور إلى ما كانت إليه المطاقات اللي عم تطلع عندي عم شوف برج العقرب عم شوف برج الحوت عم شوف كذلك حتى برج العضراء برج الثور عم شوف برج الجدي برج الجوزاء يعني تقريبا كل كل الابراج بهذه القراءة برج الاسد كذلك يظهر بهذه القراءة عم شوف تقريبا كل الابراج وكل الطاقات اوكي عم ما عن انا انا المصائح اللي بتطلع عليه رح حاول شوف برج القوس بيقلك انه بيقلك انه هذا الانسان اللي عم تعرفه هو من علاقة من الماضي يعني كأنه هو الناس اللي عم تآمن بالتناصخ الأرواح فهاد الكارت لانه هذا العلاقة من زمن ماضي ارواح كون كانت باق باجسين اخرى وكنتوا عم تحبوا بعض لهيك بيقلك انه هاي relationship past life relationship اوكي يعني هيدا العلاقة منذ زمن قديم بيقلك انه لازم تعطي فرصة لهذه العلاقة او لازم تعطي فرصة لشريك الاخر اا وبيقلك اشتغل على علاقتكن او اشتغل على هذا على حتى يعني عم شوف انه هذه الرجعة ممكن للبعض رح رح ترجع لك هذا الانسان وممكن للبعض اذا كنتوا متزوجين من قبل وممكن ترجع وتتزوجوا من جديد اذا اطلقتوا عم شوف في رجعة وفي تحسين الامور يعني الحمد الله انه في رجعة وفي تحسين لانه هذا الانسان قدر قيمتك بالنسبة للعذاب وحتى بالنسبة الناس اللي مرتبطين وكانوا بعلاقة وحاليا بعلاقة حتى الناس العذاب عم شوف شخص يعود من الماضي ليطلوا بالسماح منكن عم شوف انه في كمين عم يطلالة هنا جنريشن هذي الامر تطلع لما بتكون علاقة منذ زمان وعم ترجع وتروح وترجع وتروح وانتوا مرتبطين يعني وانتوا مرتبطين مع بعض مقادرين تبعدوا عن بعض لازاتكن يعني في علاقة كتير وطيدة مع بعض عم شوفكن بقل لك انه النصيح اذا انت تحس انه ما في مشاعر ما في حب يعني العلاقة العلاقة منها جيدة فلازم تحسن جوا عشان عشان العلاقة تنجح اكيد بقل لك انه في صدق بالمشاعر يعني هذا الانسان كتير صادق بالمشاعر ولا لك يعني حاول انه تصدقه لانه عم شوف في صدق بالمشاعر بالنسبة للعزاب وحتى للمرتبطين عم شوف في صدق للمشاعر اه يشعر هذا الانسان بالنسبة لك اوكي عم شوف كذلك اه بيقلك انه 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 اه لازم انه تكون قوي وانه اه تقوي هذه العلاقة يعني اه عم شوف في حب وعم شوف في كل شي بس بيقلك انه لازم تقوي العلاقة لازم تعطوها اه لازم تشتغلوا عليها لازم تعطوه فرصة للشريك الاخر لانه عم شوف في صدق لانه هذا الانسان صادق يحمل بداخله مشاعر كتير صادق لعلك ممكن تغير هذا الانسان وحاليا كتير اشي تغيرت بالنسبة لاله تغيرت اولوياته بالحياة وعم شوفه بفكر بشيء يعني تغيرت تفكيره كليا لهايك بمصحك الورقة انه تعطيه تعطيه هذا الانسان فرصة اوكي هذا كالشي بيت لعندك يا برش القوس بدمن عليك كل الخير والمسعر يعدو ما تنسو تعملولي لايك وسبسكرايب لخاني